السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام سعداء ويلقياكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات سلسلة تسولني انجوبك تنبغين تقدم بالشكر الجزيل لمتابعات المتابعين التي ساهموا معنا بالأسئلة ديالهم في هذه الحلقات هادو وتنقول لكم مرحبا بكم تسولني انجوبك الحلقة السابعة بالنسبة للناس اللي عندهم أسئلة ما فيها بس صفتها لنا على واتساب القناة اللي غديبا في آخر الفيديو بالنسبة للسؤال اللي اللي توصلنا به ومعند واحد المتابعة كريمة وكما كتشوفو في الشاشة تتقول هواش ميرسيدس 220 موديل 2011 عامرة منتاج ديال المغرب 12 مليون مزيانة اللي نبغي نقول لك الأخت الكريمة الميرسيدس 220 إلا كانت كلاس السي سيديي وتكون نقية الكاروسري ديالها نقي ويكون الصالون ديالها كذلك نقي وتكون الميكانيك ديالها الموتور ديالها يكون ما تيصوتش ما تيستهلك شيء الزيت الرواية ديالها نقيقيين الرون فلومون ديال الموتور تكونيك تسمحيه مزيان را بدك التامان را ديالها را هي مزيانة إلا كانت كما قلتي التوتوبسيون وكانت الحالة ديالها نقيها را هي مزيانة وإلا كانت مضربة شيش كيلومتراج اللي كبير بزاف وإلا بغيتي تستعني بشي اختصاصي اللي يقلب ليك الميكانيك والكاروسري ما فيها باش تشوفي أم ميكانيسيان مع أنطوليي ويقلبوا لك السيارة وإلا عجبتك الله يسخر بالنسبة للتامان على حسب تجربة ديالي المتواضعة أنا را كنشوف هدك التامان إلا كانت هده المواصفة تلقيت لك في السيارة را كنشوفه تمان مناسب ونطلبوا من الله باش ربي يسخر لك الأمور ديالك بالنسبة للسؤال الثاني اللي توصلنا به جانا من عند واحد الأخ متابع ديال القناة واللي بغي يعرف تامان ديال سيارة من نوع نيسان كاشكاي ما يكونش سين ديالها فيت خمس سنين وكذلك تكونش حاجة اللي ينقية بالنسبة أخي الكريم على حساب البحث اللي درنا سيارة ناخده مثلا سيارة كاشكاي موديل 2017 اللي يتقريبا عندها خمس سنين أو لخمس سنين قل شوية سيارة ناخده على حساب الليطة ديالها وعلى حساب الكيلومتراج اللي ضربة وعلى حساب الكاروسري ديالها وعلى حساب الميكانيك وعلى حساب النقاة ديال الصالون ديالها سيارة ناخده بالنسبة للتامان ما بين 16 مليون ونص أي 165 ألف درهم وقدر توصل حتى 19 مليون ونص أي ما بين 195 ألف درهم كما قلت على حساب الحالة ديال الصيارة وعلى حساب النقاة ديالها وعلى حساب الكيلومتراج اللي ضربة وعلى حساب النسبة ديال العمورية ديالها ونتمنى باش ربي يستر لك الأمور ديالك وتاخد السيارة اللي بغيتي متابعين الكرام نتمنى ومن الله باش نكونوا جاوبنا على الأسئلة وتكونوا استفتوا معنا ولو بالقليل واللي عندو شي سؤال يصفتونا على واتساب القناة اللي تيبن في الشاشة والله يستر الأمور للجميع وما تنسوش كذلك الفيديو التاني اللي غادي نحطوه اليوم مع السيارة اللي أشياء واللي غيكون فيه عرض ديالبيع سيارة مستعملة انتظرونا مع السيارة اللي أشياء إن شاء الله الرحمن الرحيم كونوا في الموعد شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة